وجه رئيس عبدالفتاح السيسي بمواصلة العمل في مختلف مشروعات وزارة الإسكان على مستوى الجمهورية والانتهاء منها وفق الجداول الزمنية المحددة مع تطوير برامج تسويق وحزم التمويل الخاصة بالوحدات السكنية بهدف إتاحة المزيد منها لكافة الشرائح من المواطنين جاء ذلك خلال اجتماع السيد الرئيس مع رئيس الوزراء ووزير الإسكان وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئيسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول استعراض الموقف التنفيذي للمشروعات القومية لوزارة الإسكان كما طلع سيد الرئيس على مستجدات العمل في مشروع التجل الأعظم فوق أرض السلام بسيناء في محيط جبلي موسى وسانت كاترين واتبع سيد الرئيس تطوير منطقة القاهرة التاريخية بما فيها عملية تطوير الجارية في سور مجرى العيون بالإضافة إلى تطوير منطقة مسلس مسبيرو